تحية لحضراتكم مشاهدين الكرام ومتابعي النادي الأهلي وجمهوره العظيم في كل مكان خلال هذه الدقائق القليلة نستعرض معكم أهم أخبار وقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي الذي انعقد في مقر النادي بالجزيرة اليوم الأربعاء سبعة سبعة عشرين واحد وعشرين المجلس في بداية هذه الجلسة المهمة التي امتدت لساعات طوال الحقيقة برئاسة الكابتن محمود الخطيب استعرض عمل الخطط الخاصة بالشركات وخطط العمل المقدمة من رؤساء مجالس إدارات شركات الأهلي الثلاث اللي هي شركة كرة القدم وشركة المنشآت الرياضية وشركة الخدمات الرياضية اللي المجلس خاد قرار بالمضي قدما في تأسسها وأوكل لنخبة متميزة من أبناء النادي الأهلي العمل عليها سواء كرؤساء مجالس إدارة أو أعضاء في مجالس إدارة هذه الشركات المجلس وافق أيضا على رأس المال الخاص بهذه الشركات والمقدم من رؤساء مجالس إدارة الشركات وحصص المساهمة المملوكة للنادي الأهلي بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار الترخيص اللازمة وتقديم كل المقاومات المتعلقة بتأسيس هذه الشركات مع هيئة الاستثمار بكل تأكيد كمان وافق المجلس الحقيقة على تشكيل أجهزة الفنية كنا عرضنا على حضراتكم خلال الاجتماع الماضي مجموعة من الأسماء الممثلة لتشكيل هذه الأجهزة النهاردة المجلس اعتمد تشكيل الأجهزة الفنية بالكامل لكل اللعبات الرياضية اللي بيتم ومارستها في النادي الأهلي ليخلق مبكرا نوع من الاستقرار للاستعداد للمسم القادم بإذن الله كمان قرر مجلس الإدارة أو وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسة بعثة النادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم التي تغادر إلى المغرب للعب نهائي دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله يوم 17.07 في كازابلانكا أمام نادي كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا كل الأمنيات الطيبة بإذن الله للفريق الأول لكرة القدم بتحقيق أمال وتموحات جمهيره الكبيرة والفوز بهذه البطولة لتضاف إلى سجل الإنجازات والبطولات التي حققها النادي الأهلي عبر تاريخه عايزة أقول لحبك كمان إن مجلس الإدارة اعتمد الحقيقة الدراسة المقدمة بخصوص نظم السداد المتعلقة بالحصول على عضوية النادي الأهلي في المقر الرئيسي وكذا الفروع المختلفة للبنوك والمؤسسات والشركات وكمان الهيئات المختلفة هذه النظم بتدي فرصة الحقيقة لكل الراغبين للانضمام إلى عائلة النادي الأهلي إنه ينضم بضوابط معينة وبنظم سداد العضو الراغب في الانضمام لعائلة النادي الأهلي يستطيع إنه يتعامل معها ويستفيد من بعض هذه الخطط المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي حضراتكم عارفين إن عضوية النادي الأهلي الآن 750 ألف جنيه للمقر الرئيسي و250 ألف لفرع زايد و250 ألف لفرع التجم كمان مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه وفر الدعم ووافق فورا على الشراء كل الأجهزة الطبية المطلوبة لعملية استشفاء وعلاج لعبي الفريق الأول لكرة القدم في إطار التطوير والتحديث وتوفير كل الحقيقة متطلبات الفريق الأول لكرة القدم لتوفير بيئة ومناخ مواتي لعبي النادي الأهلي وبما يتسق مع قيمة النادي الأهلي الأهلي وأهدافه وطموحاته ووافق المجلس أيضا في اجتماعه على اعتماد الهيكل الإداري للصلاة الجديدة المزمع افتتاحها قريبا في فرع الشيخ زايد عددكم عارفين في خطة إنشائية كبيرة وضخمة جدا في النادي الأهلي في هذه المرة الشيخ زايد له نصيب الأسد زي ما كان مدينة ناصر لها نصيب الأسد قبل عدة شهور في مجموعة من الصلاة للسكواش والكاراتي تنشأ في الشيخ زايد وتم اعتماد الهيكل الإداري لها بإذن الله أخيرا المجلس كلف الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بتوفير كل سبل الدعم والمسندة للعيبي النادي الأهلي في الفرق المختلفة المشاركة في بعثة مصر المتجهة إلى توكيو إن شاء الله للمشاركة في دورة العاب الأولمبية توكيو 2020 في إطار حرص النادي الأهلي على تمثيل أبناء النادي الأهلي وتمثيل مصر تمثيل مشرف يليق باسم النادي وباسم بلدنا الكبيرة في هذا المحفل الدولي الهام هذه كانت مجموعة من القرارات مش كل القرارات لكنها كانت أبرزها اللي وافق عليها أو قررها مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المناقد الأربعاء 727-2021 بالنادي الأهلي شكرا لحضراتكم ودائما النادي الأهلي في المقدمة